موسيقى مرحبا بكم إلى جولة جديدة ما أبرز الموضوعات التي تداولها رواد المواقع حول ما يحدث في غزة من عدوان إسرائيلي غاش منذ أسبوعين وأكثر وأبدأ معكم من موقع X أبدأ بأول تغريدة لمحمد جميحة تحدث فيها عن تهديد إيران طوال السنوات الماضية بمحو إسرائيل من الوجود وعندما حانت لحظة الحقيقة تركتها وتركت أبناء غزة فريسة للعدوان الإسرائيلي هددت إيران بمحو إسرائيل من الخارضة وعندما حانت لحظة الحقيقة تركتها تمحو غزة من الخارضة طبعا التركيز على خذلان إيران لغزة لا يعني الإشادة بالموقف العربية لكن المواقف تقاس بالشعارات وشعارات طهران مجلجلة ضد إسرائيل وعندما لا يرقى الموقف لمستوى الشعار فإن الشعار يكون للمتاجرة لا غير أما خالد الرويشان تحدث في تغريدته عن القضية الفلسطينية ومكانتها في الأنظمة العربية منذ سبعين عاما وبعد كل نكبة أو تواضع أو خيانة عربية لفلسطين تتساقد أنظمة وتسقد زعامات القضية الفلسطينية كانت المحور والسبب الرئيس في التغيير والتثوير والرفض والتمرد وشرعية السلطة والانقلاب عليها في الوطن العربية منذ 1948 حتى اللحظة رغم ذلك لا يبدو أن أحدا يفهم أو يتعلم وهذه التغريدة لمحمد المقالح يقول فيها عن المقارنة بين من يحاصر الفلسطينيين في غزة ومن يحاصر اليمنيين من أبناء جلدتهم في أرضهم الذي يغلق الطريق على المسافرين باسم الحرب ما الفرق بينه وبين الصهينة الذين يحاصرون غزة باسم الحرب على حماس بالمناسبة نحن بلا حرب منذ سنة ونصف أو يزيد عادل الشجاع غرد عن ما ترتكبه إسرائيل بحق دولة فلسطين منذ 75 عاما في ظل تشجيع المجتمع الدولي لها إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتحتل أرضهم منذ 75 سنة والمجتمع الدولي يشجعها على انتهاك القانون الدولي فهي التي رفضت مبادرة السلام العربية وهي التي تنكرت لأوسلو وهي التي رفضت فكرة الدولتين وهي التي تزج بالفلسطينيين في السجون وتقتلهم في القدس والضفة فلماذا نحمي الحماس جرائم إسرائيل في غزة؟ عن الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة التي سلمت إيران للحوثيين وهي مخصصة لقتل اليمنيين فقط ليست لإسرائيل ولا لغيرهم يقول محمد عبدالله الكوميم الصواريخ الإيرانية والطائراتهم المسيرة التي سلمت للحوثيراني هي مخصصة لاستهداف وقتل اليمنيين فقط وهي ذات قدرات فنية متواضعة جدا وتقليدية وبدائية ولا يمكن أن تنضلق ضد أهداف أمريكية أو أن تصل إلى أماكن بعيدة غرّد عبدالكريم عمران عن أهمية تحرير فلسطين كأمر مهم لسلامة الأمن القومي العربية في المنطقة إذا كان بايدون الذي تبعد بلاده عن فلسطين آلاف الأميال يعتبر نجاح إسرائيل أمرا حيويا لأمن أمريكا القومية فتحرير فلسطين قلب الأمة العربية أمر أكثر حيويا للأمن القومي العربية وأن تصفية القضية الفلسطينية كارثة وخضر وجودية على كل العرب وبالأخص مصر والسعودية والأردن وسوريا ولبنان وبما أن الصخد الشعبي ضد ميليشي الحوثي كان قد بلغ ذروته قبل أحداث غزة وجد الحوثيون في هذه الأحداث فرصة لإشغال اليمنيين عن مضالبهم كما يقول همدان العلي في هذه التغريدة الحوث وجدوا في أحداث غزة فرصة مناسبة لإشغال اليمنيين عن مضالبهم واحتياجاتهم الأساسية حديثهم وتفاعلهم وصراقهم هدفه الهروب من استحقاقات التنمية وتوفير احتياجات ومرتبات اليمنيين لا شيء آخر أتحدث عن الحوثيين وليس عامة الناس وهذه التغريدة لإبراهيم عسقين عن الذين يلقون اللوم على المقاومة الفلسطينية بأنها سبب ما يحدث في غزة من مأساة إنسانية عشرات الآلاف من اليهود الصهينة يخرجون في تظاهرات ملقين باللوم على نتنياهو وحكومته فيما حصل حتى اليوم من هزيمة مروعة للجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر وما تلا ذلك من أمور زعزعت كل شيء في دولة الكيان الصهيونية عسكريا وأمنيا واقتصاديا واجتماعيا إلى آخره بينما بعض من المحسوبين علينا كعرب ومسلمين يلقون باللوم كله على حركات المقاومة الإسلامية الفلسطينية أخيرا من موقع X يقول يحيى المضري عن حكام العرب وموقفهم من القضية الفلسطينية والمجازر التي يتعرض لها المدنيون في غزة أعتقد أن شعوب الغرب سيضغضون على رؤسائهم بوقف الحرب على غزة بخروجهم للشارع يوميا للتظاهر بينما نحن العرب نخرج بالملايين في أغلب الدول لكن حكامنا لا يسمعون ولا يتحركون عن أي قادة سيتحدث التاريخ وهم يعقدون قمة للسلام وغزة تموت بآلة الحرب الصيونية أثناء اجتماعهم بينما يشن الجيش الإسرائيلي حربا شرسة على قضاع غزة ويخوض جلوده معاركة مع المقاومة الفلسطينية في مستوضنات غلاف غزة يزداد غليان الإسرائيليين وغضبهم تجاه حكومة بن يامين نتنياهو وفي استضلاع رأي جديد نشرته صحيفة معاريف العبرية كشف أن 84% من الإسرائيليين يعتبرون بأن هجوم المقاومة الفلسطينية على مستوضنات غلاف غزة فشل فشل للقيادة السياسية ويرى 67% من الإسرائيليين أن فشل صد الهجوم الأخير أكبر من فشل حرب عام 1973 في أكتوبر وهذه بعض المشاهد لاستقبال الإسرائيليين لوزرائهم بعد اختفائهم عقب عملية طوفان الأقصى هل تخبروني بأن هجوم المقاومة الفلسطينية؟ على نطاق واسع تداول رواد المواقع مشاهدة نشرتها المقاومة الفلسطينية من إطلاق صراح المحتجزين المحتجزتين الأمريكيتين وقالت بأنها استجابة للجهود القضرية وقد تداول رواد المواقع هذا المقضع بشكل كبير موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكل دخول عشرين شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية إلى غزة بارقة أمل في ظل حالة تصعيد وقصف إسرائيلية متواصلة لكن تساؤلات رافقت حجم الشحنات التي وصلت القضاع ووصفت بنقضة في بحر ما تحتاجه غزة من مساعدات واحتياجات في ظل التكلفة الإنسانية التي يدفعها أبناء غزة في حرب إسرائيل المستمرة منذ أسبوعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أهلا بكم في أعماق الجحيم هكذا علقت المقاومة الفلسطينية على مقطع فيديو نشرته على موقعها الرسمية قالت بأن ما يظهر في هذا الفيديو هو المصير الذي ينتظر العدو الإسرائيلي في حال حاول الزحفة البرية إلى غزة ترجمة نانسي قنقر تدول رواد المواقع فيديو لطفل فلسطينية نجى من القصف الإسرائيلي على منزله ويروي المأساة أثناء القصف الإسرائيلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر أيضا و أختي و بنت خالي أجي عراسة حجر من البحصة و ما أتعرفش علينا و بس أنا هي بشوتهم و أمي سافتوا بعد الفاقر و أختي ستة مقعدة مقعدة مجلوثة صارت تسباح و طلع و خاتت صارت كلها تنحة عراسي قطوها مشاهد مؤلمة كثيرة ولكننا ننقل لكم القليل من هذه المشاهد التي تنتشر على مواقع تواصل من ما يحدث في غزة ولكن هذا المقضع لطبيب فلسطيني يصاب بالصدمة عندما يعلم بأن إحدى الجثث التي استقبالها المستشفى لوالده وهو قد توفي مستشهدا في قصف إسرائيلي موسيقى 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 أختتم حلقة اليوم بمظاهرة حاشدة في العاصمة البريضانية للمطالبة بوقف القصف على غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية وقالت الشردى بأن عدد المتظاهرين بلغ نحو مائة ألف متظاهر وهي الأكثر حشدا منذ عقدين في تاريخ بيطانيا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة